حيبت البداوة ما غيرها مالي هويت بالدنيا حياة البداوة الشمس والخيمة وجو الهداوة هذا الصوت القادم من عنق الصحراء حيث البدايات الأولى حين رسم اليمنيون حضارتهم السبائية فجابت أسقع الأرض وها هو إنسان هذه الأرض وما زال يتلو نشيده الصافي العذب بعيدا عن الأضواء ليعيد ترتيب الحكاية ويدور في فلكها ليبتكر روايتها من جديد غير أن هذا ليس كل ما تقدمه الأغنية المأربية إذ يقولوا مختصون إن الموروث الفنية يتجاوز الأغنية التي اقترنت بالخيمة والناقة والربابة والصحراء وإن لم تصادرها فهذه الصورة التي درجت في الأذهان عند ذكر مأرب ما هي إلا مفردة من قاموس كبير إذ ارتبط بالموروث الفكري والثقافي والأدبي سرديات وسير شعبية خصوصا تلك التي نتجت عن تغريبة اليمنيين إلى الجزيرة العربية وبلاد المغرب العربي عقب انهيار السد كما يقول باحثون لقد مثلت القصيدة أهم مدخلات الأغنية وجزء من المرويات الثقافية والموروث الشعبي وكانت تعبيرا عن مشاعر المأربيين ومواقفهم وحروبهم وانعكاسا تاريخيا وفنيا يلوم بثقافتهم وبيئتهم إلى جانب اللحن وذلك الصوت البدوي الغارق في شجن الصحراء وصوت الربابة غير أن هذا الموروث الفني في هذا الجزء من الأرض اليمنية انكفأ على نفسه واتجه نحو الصحراء وعاش عزلة قاسية كبيئته يبدو اليوم معزولا عن محيطه اليمني رغم الأسماء التي برعت في نظم القصيدة الغنائية كالشاعر عبدرب العواضي والأديب علي مهد الشنواح والشاعر عبدالله خميس عطية الذين حملوا عبء الكلمة وحاولوا نقلها إلى محيط أرحب على شكل أغنية تحمل الطابع اليمني عموما فغنى لهم عدد من الفنانين كالمرشد والسنيدار والجحدري وغيرهم ناهيك عن قصيدة جمهورية منجرحي جرح التي غناها الفنان محمد البصير في ستينيات القرن الماضي ورددها اليمنيون حتى اليوم الأغاني الشعبية وأغاني الأعراس والبالة والزامل والمهيد والجماليات التي لا تزال رسالة الطرب والدرب وخيط العقد الفني الممتد من ألسنة الأمواج في سواحل اليمن إلى ذرات الكثبان في مفازاتها وصحاريها ألوان غنائية تحتفل بها هذه الأرض تحتاج إلى من يتلمسها اليوم راصداً تجليات الواقع الذي تعيشه الأغنية الماربية والأصوات الغنائية من قطيعة وغياب شبهتام إلا من بيئتها المحلية نتيجة أسباب عدة ربما كان أبرزها عدم توثيق الأغنية الماربية على المستوى الوطني أو استيعاب هذا اللون الفني في دراسات ومقالات أو حتى على مستوى التدوينات في الفضاء الأزرق ناهيك عن غياب الدول المؤسسي الحكومي والخاص وفقدان البيئة الحاضنة والداعمة لإنتاج الفن فمأرب التي صدرت الحضارة والبطولات والثروات والرجال واستوعبت هذا التدفق البشرية الهائلة والمتنوع لم تتأثر بشكل ملحوظ ثقافيا وفنيا لترتفع إزاءها الدعوات لجمع وتوثيق الموروث الغنائي المأربي وإعادة إنتاجه في قوالب غنائية حديثة ونقله إلى فضاءات أوسع علها تسهم في الحفاظ عليه كجزء من الهوية اليمنية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر